لم يجد العهد صعوبة في تخطي مضيفه الريسنج على ملعب صيدة البلد بثلاثية نظيفة وكان الأفضل في معظم فترات اللقاء وافتتح التسجيل عند دقيقة 29 عبر حسن مزهر بعد عرضية من حسين دقيق العهد أكمل سيطرته على اللقاء في الشوت الثاني وسجل الأرميني أليكسندر التوتوسيان الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والخمسين من ركلة حرة وبعد الهدف الثاني لم يجد حامل اللقب صعوبة في إضافة الهدف الثالث عبر محمود العلي عند دقيقة 77 من ركلة جزاء بعد لمس لعب الريسنج زهير امراد الكرة بيده ما أدى إلى طرده بعد أن طرد زميله محمد مطر مطلع الشوت الثاني وعلى ملعب ترابلس فاز أصحاب الأرض على الأخاء الأهل علي بهدف دون رد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع سجله طارق عبدو في مرمى فريقه عن طريق الخطأ وفي مباراة عادية لم يستطح حسمها أي من الفريقين تعادل التضامن صور مع ضيفه الأنصار من دون أهداف وعلى ملعب بيروت البلد تغلب الصفاء على المبرة بثلاثة أهداف لهدف في مباراة مثيرة بدأها الصفويون بهدف لعلي السعدي من ركلة جزاء عند الدقيقة الرابعة ليسجل رامي عمار التعادل للمبرة في الدقيقة الثانية والثلاثين وفي الشوط الثاني اندفع لعبو الصفاء نحو الأمام وسجل محمد حيدر هدف التقدم الثاني عند دقيقة الستين بعد تمريرة من روني عزار الذي تكفل بتسجيل الهدف الثالث للفريق الأصفر عند الدقيقة السبعين